في ظاهرة نادرة من نوعها أعمدة كهربائية تسكن داخل 15 منزل بحي الزرقات 218 مسكن ببشار الجديد ويناشد ساكنة الحي السلطات المحلية بالتدخل العاجل ورفع الأعمدة من داخل بيوتهم خوفا من التعرض لسعاقات كهربائية قد تودي بهم إلى الهلاك هنا في واحدة كارثة كبيرة وهو هذه الأعمدة الكهربائية ونحن نكسبه فيها كتبنا السلطات سونالغاز البلدية الولاية الوزارة الداخلية ووزارة السكن نحن رعدنا مشكلة من 2001 خلصنا هذه الأراضي 2001 خلصنا هذه الأراضي بعد وقفنا موقفين حتى 2006-2008 دارنا هذه الأعمدة في وصل الأراضي نتوعنا من جهته أكد رئيس بلدية بشار أنه تم التحرك ودراسة إمكانية رفع الأعمدة الكهربائية رفقة مؤسسة سونالغاز من المنازل لكن هناك بعض العراقيل تحول دون ذلك نحن كبلدية كنا دخلنا مع المديرين تحسوني القاز وطلبنا منها يعني إعداد كشف كمي وتقديري لعلى الأقل تحويل هذه الأعمدة الكهربائية من داخل المنازل وإنشاء شبكة صحيحة كما يتطلب المقاييس التقنية وتقريباً جالي فاكتور اللي جاونا اللي دول اللي جاونا يفقر بعمية مليون سنتيم في انتظار ما ستقرره السلطات المعنية حول تجميع تكلفة رفع أعمدة الكهرباء الإسمنتية التي تقدر بعشرين مليون سنتيم للعمود الواحد تبقى حياة ساكنة حي 218 مسكن معرضة للخطر اشتركوا في القناة